أهلا بكم تحدث قداسة البابا فرانسيس إلى المؤمنين من أبناء الشرق الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت عن سلسلة جديدة موضوعها شفاء العالم حيث قال قداسته إن جائحة كورونا ما زالت تضرب وتقتل وتملأ الكثيرين بالقلق ولاسيما الفقراء وأضاف إن المؤمن في هذه الظروف يثبت نظره في يسوع وفي الملكوت الذي يقدمه لنا وهو ملكوت الشفاء والخلاص والعدل والسلام أيها الأبو الأقدس يا سر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتناء منه البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست الباب البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست الباب فرانسيس بدأ قداست الباب اليوم سلسلة جديدة من التعليم المسيحي موضوعها شفاء العالم قال قداسته إن جائحة الكورونا ما زالت تضرب وتقتل وتملأ الكثيرين بالقلق ولسيم الفقراء وأضاف إن المؤمن في هذه الظروف يثبت نظره في يسوع وفي الملكوت الذي يقدمه لنا وهو ملكوت الشفاء والخلاص والعدل والسلام شفى يسوع الكثيرين في زمنه ومنهم مقعد كفر نحوم وفيه يظهر إيمان الرجال الذين حملوا المقعد إليه والرجاء الذي وضعوه فيه والمحبة التي أظهرها بعضهم لبعض وقال قداسته إن الكنيسة خبيرة بشفاء النفس بقوة الأسرار المقدسة والجسد بفضل خدمات الصحية الكثيرة في العالم كله ولكنها ليست خبيرة في مواجهة الكورونا وقد حددت بناء على تعليم السيد المسيح مبادئ وقيما في علم الاجتماع والسياسة من أجل مستقبل أفضل وهي كرامة الإنسان والخير العام وخيار تفضيل الفقراء وشمولية خيرات الأرض التي عضها الله للجميع والتضامن والتعاون والاهتمام ببيتنا المشترك ودع الجميع إلى تفكير وعمل المشترك لشفاء العالم والآن تحياتو الباب باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Saluto i fedeli di lingua araba L'umanità può ancora avere la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune che soffre di gravi malattie e per costruire un mondo migliore pieno di speranza per le future generazioni Il Signore vi benedica a tutti e vi protega sempre da ogni male أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية ما زال بإمكان البشرية أن تتعاون من أجل بناء بيتنا المشترك الذي يعاني من أمراض خطيرة ومن أجل بناء عالم أفضل يملأ الأجيال القادمة بالرجاء ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من كل شر